في إطار المبادرة الرئاسية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما أعلنت وزارة الصحة عن استقبال 2003 متبرعين بمراكز تجميع البلازما ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما وذلك منذ انطلاق المشروع في 14 من شهر يوليو الماضي وحتى اليوم وأوضحت الوزارة أنه سيتم استقبال المتبرعين في ستة مراكز لتجميع البلازما موزعة بخمس محافظات والتي انطلقت بها المشروع ومن المقارن الانتهاء من تجهيز 20 مركزا خلال العام الجاري وكشفت الوزارة أن المراكز الستة تعمل بطاقة 99 جهاز لفصل البلازما